أكد مدير العمليات بوكالة الأونروا في غزة سكوت أندرسون صعوبة الوضع داخل القطاع مشيرا إلى أن 90% من السكان نزحوا من أماكنهم وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري من أمام معبر رفح البرية أوضح أندرسون أن دخول المساعدات والإمدادات هي من أكثر الصعوبات التي تواجه الأونروا هناك مطالبا بوقف إطلاق النار وتدفق دخول الشاحنات بصورة أكثر كما وجه المسؤول الأممي الشكرا لمصر ولللال الأحمر المصري على المجهودات اللوجستية وتطوعية الوضع مزر للغاية 90% من السكان نزحوا من أماكنهم أكثر من مليون ونصف المليون في رفح جنوب غزة فقط و300 ألف فلسطيني في شمال غزة لا نستطيع الوصول إليهم ولا نستطيع إيصال المساعدات لهم لذلك فالوضع بشكل عام في غاية الصعوبة وزيارات مثل هذه تعطيهم شعورا بأنهم غير منسيين أريد أيضا أن أوجه الشكر بشكل كبير لمصر وشكر كبير للهلال الأحمر على هذه المجهودات الكبيرة اللوجستية والتطوعية دخول المساعدات والإمدادات هي من أكثر الصعوبات التي تواجهنا هناك ونحتاج بشكل كبير إلى دخول القطاع التجاري حيز العمل مرة أخرى ونسعى لدخول مئة شاحنة في اليوم وخصوصا للشمال وإذا استطعنا دخول المزيد سيكون أفضل ورسالتي في البداية أني أطالب بوقف لإطلاق النار وعلى الأسرى والرهائن في غزة أن يعود لعائلاتهم وبالطبع أن يتضفق دخول الشاحنات من أجل أن يعود أهل غزة إلى حياتهم